شايف هذا الامر سيد الرئيس النهاردة كمان مع الانسي جرهام زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ الامريكي واحد الصقور في الحزب الجمهوري كان سيد الرئيس بالاستقبل النهاردة مع الوزير سامح شكري ومع اللواء عباس كامل ايضا والرئيس الكلم نهاردة على ضرورة وقف اطلاق النار ووقف كذا يعني رئيس النهاردة كان موقف مصري قوي جدا ايضا خلال استقبل سيد الرئيس لانسي جرهام زعيم الاقلية في مجلس شيوخ الأمريكي وهو أحد صقور الحزب الجمهوري بحضور الوزير سامح شكر ووزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وطبعاً إنسجرام واحد من شخصيات القوية في مجلس شيوخ كونجرس الأمريكي له موقف قوي جداً من الدعمين للرئيس الأمريكي السابق أو المرشح القادم ترامب وله كلمة قوية جداً فكان سيد الرئيس النهاردة يعني لقاء واستقبال وسيد الرئيس كان حدد الموقف المصر الخاص بما يجري في قطاع غزة دخول المساعدات وقف فور لإطلاق النار وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية موقف مصر الواضح وأيضاً الوصول إلى حل الدولتين نتابع أيضاً هذا اللقاء لقاء مهم جداً نتابع استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السانتر لينزي جرهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السانتر جرهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي منوهاً بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومثمناً الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية وأضف المتحدث الرسمي أن السانتر جرهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً محذراً من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهل القطاع فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي ومؤكداً ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة